بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الثانوية العامة في مادة الأحياء بعنوان النتح في النباتات الجزء الرابع في نهاية الدرس يتوقع منك عزيز الطالب أن تذكر أهمية الشعيرات الجذرية في نقل الماء تشرح آلية انتقال الماء والمعادن عبر الممر الخلوي الجماعي والممر الخارج خلوي يوضح الطالب آلية عملية النتح في النباتات التي تعيش في بيئات شديدة الجفاف فلنبدأ بنقل الماء من الشعيرات الجذرية ما هي الشعيرات الجذرية؟ هي امتدادات خلايا البشر الخارجية في الجذور وما هي أهمية الشعيرات الجذرية؟ أهمية الشعيرات الجذرية هي زيادة المساحة السطحية لامتصاص الماء أي أنها تزيد من عملية امتصاص الماء في الجذور ما هي التكيفات التي تساعد الشعيرات الجذرية لامتصاص الماء؟ التكيف الأول تمتلك الشعيرات الجذرية جذر خلوية رقيقة تسهل مرور الماء والمعادن؟ أيضا عدد الشعيرات الجذرية كبير ومتفرعة مما يزيد من المساحة السطحية لامتصاص الماء آلية انتقال الماء والمعادن عبر الممر الخلوي الجماعي والممر الخارج خلوي آلية انتقال الماء والمعادن من الممر الخارج خلوي إلى الخشب ينتشر الماء بالخاصية الأسموزية عبر الجذر الخلوية للشعيرات الجذرية الممتدة من البشر في الجذر ينتقل الماء من الممر الخارج خلوي حتى يصل إلى البشرة الداخلية حيث يعمل شريط كاسبر على منع مرور الماء من خلال الممر الخارج الخلوي فيغير الماء مساره إلى الممر الخلوي الجماعي للدخول إلى داخل أوعية الخشب آلية انتقال الماء والمعادن من الممر الخلوي الجماعي إلى نسيج الخشب يدخل الماء من خلال أخشية الشعيرات الجذرية حيث تقوم الأخشية شبه المنفذة بترشيح المواد الذائبة قبل الدخول إلى السيتوسون ينتقل الماء بسرعة من خلية إلى أخرى عبر الروابط البلازمية الموجودة بين الخلايا يصل الماء إلى الخشب من خلال السيتوسول متجاوزا شريط كاسبر النتح يشكل الماء عمودا متصل يمتد في أوعية الخشب من الجذور إلى الأوراق طاقة الشمس تعمل طاقة الشمس على زيادة حرارة الماء في الأوراق فيؤدي ذلك إلى تبخر الماء من الفراغات الهوائية بين الخلايا ويخرج الماء على شكل بخار من خلال الثغور وهي الفتحات التي تنتشر بشكل كبير على السطح السفلي من ورقة النبات الثغور فتحات توجد في البشرة العليا والبشرة السفلة للورقة لكن توجد بكمية أكبر في البشرة السفلة لأنها تكون غير معرضة لضوء الشمس بشكل مباشر كما في البشرة العليا مقطع عرضي لورقة نبات التمر حن نلاحظ من الشكل السابق وفرة الفراغات الهوائية في النسيج المتوسط للورقة وهو موقع تبادل الغازات بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون كما أنها أيضا تسمح بتبخر الماء تتصل الفراغات الهوائية بالمحيط الخارجي عبر آلاف الفتحات الدقيقة التي تسمى بالثغور توجد الثغور على السطحين العلوي والسفلي من الورقة كيف يحدث النتح في النباتات التي تعيش في بيئات شديدة الجفاف أي أنها تعاني من نقص شديد في الماء وارتفاع في درجة الحرارة ما هي التكيفات التي توجد في ثغور النباتات التي تعيش في بيئات شديدة الجفاف لتقليل فقدان الماء عدد الثغور أكيد سيكون قليل اتساع الثغور أيضا يكون أصغر نسبيا طريقة حصول النباتات الصحراوية على ثاني أكسيد الكربون تبقى الثغور مغلقة طوال اليوم خلال النهار تفتح الثغور ليلا حيث يدخل ثاني أكسيد الكربون ليلا ويتم تخزينه على شكل أحماض عضوية في اليوم التالي يتم استهلاك الأحماض العضوية في عملية البناء الضوئي ما هي العلاقة بين عدد الثغور الموجودة في الأوراق الإحفورية ومستويات ثاني أكسيد الكربون عندما يكون الجو غنيا بثاني أكسيد الكربون تتكيف النباتات من خلال عدد أقل من الثغور لماذا؟ لتقليل فقدان الماء عندما يكون الجو مليء بثاني أكسيد الكربون فأن النباتات تتكيف بعدد أقل من الثغور حتى تقلل فقدان الماء أسئلة على الدرس اختر الإجابة الصحيحة تسمى الامتدادات الخارجية من خلايا الجذر بين حبيبات التربة الخشب الشعيرات الجذرية الكامبيوم شاريت كاسبر أحسنتم الشعيرات الجذرية أي مما يلي صحيح ويعبر عنه الشكل التالي A مرور الماء عبر الجذر الخلوية المشتركة B مرور الماء عبر الروابط البلازمية المشتركة للخلايا يغير الماء مساره إلى المسار A عندما يواجه شريط كاسبر B ينتقل الماء داخل وخارج الخلايا عبر الممرات المشتركة أي مما يلي صحيح ويعبر عنه الشكل التالي أحسنتم يغير الماء مساره إلى المسار A عندما يواجه شريط كاسبر ما هي الآلية التي ينتشر من خلالها الماء عبر الجذر الخلوية للشعيرات الجذرية الممتدة من البشرة في الجذر الانتشار النقل النشط الانتشار المساهل الخاصية الأسموزية الآلية التي ينتشر بها أو من خلالها الماء عبر الجذر الخلوية للشعيرات الجذرية من البشرة في الجذر أحسنتم هي الخاصية الأسموزية أي مما يلي يعتبر من تكيفات الشعيرات الجذرية وتساعدها في أداء وظائفها جذرها الخلوية رقيقة جذرها الخلوية سميكة محاطة بمادة شامعية تسمى السوبرين عددها قليل ومتفرع لزيادة المساحة السطحية ننتبه لأن هناك بعض الإجابات أجزاء منها صحيحة وأجزاء خاطئة أحسنتم الإجابة الصحيحة جذرها الخلوية رقيقة ما هي التكيفات التي تساعد النباتات التي تعيش في بيئات شديدة الجفاف على تقليل فقدان الماء؟ عدد الثغور قليل واتساعها صغير تخزن ثاني أكسيد الكربون نهارا وجود الثغور بأعداد كبيرة على السطح العلوي للورقة تفتح الثغور نهارا وتغلق ليلا للمحافظة على الماء أحسنتم عدد الثغور قليل واتساع الثغور صغير ما هي التراكيب التي توجد في الأوراق الإحفورية وتعتبر دليلا على مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض في الأزمنة الماضية الثغور طبقة الكيوتيكل الحزم الوعائية الخلايا العمادية أحسنتم الثغور هي التراكيب التي توجد في الأوراق الإحفورية وتعتبر دليلا على مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض في الأزمنة الماضية وفي نهاية الدرس اليوم نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى لقاء في درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر